اشتركوا في القناة والحسينيات مع وجوب تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا كما رفع رئيس الأوقاف الجعفارية فائق الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على جهود سموه الكبيرة والموفقة في قيادة فريق البحرين ولتوجيهات والجهود الكبيرة للحكومة الموقرة بتوفير كافة الإمكانيات وتسهيلات لإقامة الصلوات وإحياء الشعائر والمناسبات بشكل آمن وصحي للجميع في ظل ظروف الرهنة وأكد الصالح أن هذه القرارات تعكس ما يليه جلالة الملك المفدى من رعاية دائمة لدور العبادة في مملكتنا الغالية لأسيما التوجيهات الكريمة لجلالة الملك المفدى أيده الله بافتتاح الجوامع والمساجد لإقامة الصلاة في كافة الفروض منوها بأن هذه التوجيهات الكريمة أشاعت البهجة والسرور في نفوس المواطنين ترجمة نانسي قنقر